وقد بعث حضرة صاحب الجلالة لدى مغادرة برقية شكر إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة فيما يلي نصها فخامة الأخ العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا ونحن نغادر أرض جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد انتهاء قمة القاهرة التي ترأستم أعمالها حفظكم الله بكل حكمة وحصافة وسداد رأي أن نعرب لكم عن بالغ الشكر وخالص التقدير على ما حظينا به والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في بلدكم الشقيق امتدادا لما يجمعنا ويربط بين شعبين الشقيقين من علاقات تاريخية أخوية وما تتسم به من عمق تاريخي على كافة الأصعيدة والمجالات وإننا نثمن ببالغ الامتنان والتقدير استضافة جمهورية مصر العربية الشقيقة لأعمال هذه القمة المباركة والتي تعكس اهتمام فخامتكم وحرصكم البالغ على حشد الجهود السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد الخطير والأزمة الحالية في قطاع غزة وتخفيف تداعياتها والدعوة لمواصلة عملية السلام في الشرق الأوسط بما يسهم في التوصل لتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق ويحفظ أمن واستقرار وازدهار المنطقة ويبعد عنها الحروب والصرعات أسأل المولى عز وجل أن يحفظكم وينعم عليكم بمنفور الصحة والسعادة والعمر المديد ويديم على جمهورية مصر العربية الشقيقة نعمة الأمن والأمان والنماء والازدهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين